يعني احنا عندنا دور دائم قبل ما مرسي يجي وقبل الثورة ما تتم احنا بنحاول قد ما ربنا يقدرنا نعبر عن ناسنا بطريقة أمينة وصدقة في وجع الناس وفي حلمها الناس عاوزة تعيش بكرامة مصر وعاوزة يعني حد يطعمها من جوع ويؤمنها من خوف وده حقوق طبيعية لأي مصرية هو مصر ستاس حمدين بنسع في ده والحقيقة أنا لا أرى أن هناك مبين القوى اللي بتعبر عن أحلام المصريين ومطالبهم وصورتهم ومبين الشارع أي تناقض حقيقي لكن ليس بالضرورة تكون هذه القوى نكحة في قيادة الشارع ده ما يمكن أن نتاقد ما هي شيء أنا ما كتير بدي أدخل دي أسألك أسألت الشارع اليوم حتى هيدا اللي حضرتك عم تحكي نشوف إديش هو بالفعل واقعي هل يجب إسقاط الرئيس مرسي نعم أم لا الرئيس مرسي أنا قلت له تعبير واضح جدا إما أن تعتدل وإما أن تعتزل لأمت معه نعم إلى متى يعني لا يعني مرسي طول ما هو موجود في السلطة لديه فرصة أن يصحح أخطاؤه هناك مجال للإصلاح برأيك بالتأكيد إذا كان موجودا في السلطة وصاحب قرار وأدرك أنه أخطأ وعمل انقسام بين المصريين في وقت كان لازم أوحدهم والمصريين ما أمن لهمش حياة كريمة وفي وقت كان لازم يبدأ السعي لها حتى لا أقاقها بعد كده والأمن مفتقد رغم حاجة المصريين للأمن والديمقراطية بتهدر رغم ضرورة أن يكون في نظام ديمقراطي إذا أفاق الدكتور محمد مرسي وأدرك حجم المحنة التي تعبر بها مصر وأدرك أنه كرئيس والمسؤول أول عامة بتكون أنت بلاحصة مستعد لتسوية وصفقة سياسية لا أنا مستعد لإني أحترم أي تراجع من مرسي عن موقفه وأي استجابة من مرسي المطالب الناس يعني على سبيل المثال إحنا قلنا لكي ندخل انتخابات إحنا عندنا مطالب للمصريين رفضها محمد مرسي فلم نجلس معه إحنا مش رفضنا الحوار معاه أيضا لأنه ما فيش قطيعة دائمة في هذا البلد ولا ينبغي أن تكون لكن هو مش عاوز يحترم أنه خدام للمصريين عاوز يؤله نفسه فوقهم فلم نجلس معه إلى هذا الأساس إذا تراجع عن هذا اللي أنت عم تطلبه أنت مستعد اليوم لتسوية وتشارك بحكومة ائتلافية برئاسة الأخوان لا أنا لن أشارك في أي حكومة ولا في أي موقع أنت كشخص ولا كتيار أنا كشخص وأنا كتيار شعبي ليس في التيار الشعبي لماذا؟ ألا تريد تحمل المسئولية بهذا الأزمة الخضائية؟ لا إحنا قادرين على تحمل المسئولية بأفضل مما تحملها هو بالتأكيد ده قتنعنا أمام يعني ربنا وشعبينا لكن إحنا لا نريد أن نكون شركاء في حكم لأننا وجهة